اشتركوا في القناة 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 واللي قيموا الحلقة الاخيرة الى تاريخ هذا الفيديو حوالي عشرة الاف شخص حوالي 3600 منهم قيموا الحلقة الاخيرة واعطوها عشرة من عشرة اوكي اوكي براحتهم ولكن فيه 1200 شخص قيموا الحلقة الاخيرة واعطوها واحد من عشرة وباقي الاشخاص يعني من العشرة الاف هذول اللي اعطوها تسعة واللي اعطوها ثمانية واللي اعطوها سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة ثنين واحد قسم عليه وللأمانة وللأمانة انا دخلت تويتر وقرأت تغريدات الناس ولقيت انه في ناس مارة مبسوطين من النهاية ومن المسلسل بشكل عام وناس ثانين مارة زعلانين ومنفسين من ام المسلسل وقعدين يسيبوا فيه ليل ونهار سواء عرب ولا جانب وفي عالم المسلسلات مارة تقييم منخفض وفضيحة مسلسل دافعين عليه مليارات مليارات واخر شيء يطلع بهذا السوق او على الاقل بهذه الفوضى انا زي ما قلت لكم يا جماعة تقريبا من الحلقة الرابعة والخامسة سحرت على المسلسل صراحة انا يعني ايش فائدة المتعة البصرية اذا ما في حاجة يعني تجذبك حوارات شوي الله كريم وشخصيات وحوارات احيانا ما الامة لازم صدقني يعني ليش نجام عموما ما عليكم فيني يا جماعة انتم ايش رايكم بمسلسل لورد اوف دا رينغز اول مسلسل مشتق من عالم لورد اوف دا رينغز وكم تعطونه من عشرة اكتبولي في التعليقات توفي قبل كم يوم يا جماعة مؤدي شخصية هاگرد الشهيرة من عالم هاري بوتر وللان ما تم الاعلان بشكل دقيق وواضح عن سبب وفاة ولكن صرحت عائلة وقالت انه كان متنوم في المستشفى من فترة وبشكل عام يا جماعة الرجال توفي عن عمر يناهز الاثنان وسبعون سنة وصرح دانيال مؤدي شخصية هاري بوتر الشهيرة وقال انه هذا الانسان كان جدا جدا لطيف معهم ايام تصوير هاري بوتر وكان دائما ما يزرع الابتسامة وينشر روح الفكاهة بينهم وانه دانيال فخور جدا جدا بالتمثيل معاه في الماضي من عالم هاري بوتر انتهى برضو قبل كم يوم يا جماعة مسلسل شي هولك اخيرا قلت لكم اخيرا لانه كنت انتظر ويخلص ابغشوفي شاخرتها مع ام المسلسل ذا وعلى عكس الطموحات والامال اللي كانت محطوطة على الحلقة الاخيرة بواسطتي للأسف الحلقة ما كانت مرضية لعدد كبير من الجمهور مش بس انا الحلقة الاخيرة يا جماعة اخذت تقييم خمسة من عشر على الموقع ايم دي بي وتشيز برضو تقييم مرة يفشل اكثر من الفين شخص اعطوا الحلقة الاخيرة من مسلسل شي هولك واحد من عشرة واكثر من 1400 شخص واضح انهم مطبلاتية راحوا اعطوها عشرة من عشرة والله لو تطلع السماء وتنزل انها ما تستاهل عشرة من عشرة لو ايش تقول لي ثمانية اذا انت مرة شبيح بس عشرة من عشرة لا والله والف لا عموما يا جماعة التباين الواضح في الارقام هذا ناس معطينها عشرة من عشرة وناس معطينها واحد من عشرة يوريك ان المسلسل هذا فيله شبيحة وفيله ناس ايش معطينه على رأسه ما عليهم فحل وانا مثل ما قلت لكم يا جماعة شفت الحلقة الاخيرة وللامانة كلام فاضي والله كلام فاضي لا حد يحاول لا تقول لي اوه الحركة ديك انها طلعت وكسرت الجدار وجلست سو يا ابوك حركة مبتذلة وجلس ويحاول يلطف الاجواء بيننا وبين الممثلة ولكن لا فائدة انا اعترف الممثلة لطيفة ودمها خفيفة فاسه الكتابة والسي جي اي افوضى صراحة المسلسل كده لو اجلس سترجلكم السلبيات ما بنخلص انت ايش رايك عزيزي الوجيه كم تقييمك لمسلسل شي هولك بشكل عام سيب الحلقة الاخيرة تقييمك لمسلسل شي هولك بشكل عام كم مارفل قامت باختيار الممثل القدير هاريسون فورد لتقديم الشخصية المعروفة في عالم مارفل السينمائي الجنيرال روس وما اختاروا بشكل عشوائي ولكن لانه الممثل اللي كان يأدي نفس دور الشخصية هذه توفي قبل فترة انا ما ودي احرق عليكم يا جماعة بس هذه الشخصية بالتحديد او شخصية جنيرال روس غالبا راح يكون لها دور مهم جدا في عالم مارفل السينمائي ولكن بشرط لو تم اقتباس دورها بالتفصيل من الكوميك انا ما راح اقول لك ايش هو الدور ولكن قراءة الكوميك عارفين ايش الدور اللي يكسب على كل حال يا جماعة الممثل هاريسون فورد راح يكون له ظهور بهذه الشخصية في فيلمين قادمة فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع وفيلم ثاندر بولتس ولكن السؤال يظل هل راح يقدمون شخصية جنيرال روس مثل ما هي في الكوميك او في بعض نسخ الكوميك ولا راح يخلوها مثل ما هي مجرد جنيرال الله اعلم ننتظر ونشوف ونشرت ديزني قبل ايامي جماعة اول بوستر رسمي لفيلمها القادم The Little Mermaid او حورية البحر اللي زمان كان فيه منه نسخة كرتونية او انيميشي يب عليك نور طبعا ديزني قبل فترة نزلت اعلان تشويقي قصير لهذا الفيلم ولكن يشاع انه الاعلان اخذ ديسلايك الينقال امين ولاحظوا انه قلت يشاع لانه ما حد يقدر يشوف الديسلايك بس يقولون انه فيه شخص مدرش يسوي حركة وقدر يعرف الديسلايكات كم مع انه الاعلان للامانة ما كان فيه اي تفاصيل كثيرة اعلان مرة قصير يدوب جابوا وجه الممثلة وخلاص ولكن يشاع انه سبب الديسلايكات بسبب انه ديزني غيرت الشخصية او بالتحديد غيرت عرق الشخصية وجابوا بدل الممثلة البيضة ممثلة سمرة او من عصول افريقية انا ما نعرف ايش زحمة ام الديسلايكات هذي سواء بيضة ولا سمرة ولا صفرة ولا عربية ولا هندية ايش المشكلة سبب تافه صراحة تحب ديسلايك عشان غيروا الممثلة وجابوا عرق ثاني ايش مشكلتك انت سيبوا الممثلة في حالها سيبوا اي شي ثاني الفيلم الفيلم ايش بيطلع اذا الفيلم طلع حلو ما يفرق مو مهم اهمش الفيلم يطلع حلو وكلنا نعرف انه معظم الافلام اللي حولتها ديسني من رسوم متحركة الافلام حية غالبا فاشلة ايش اللي يمنع انه هذا يكون فاشل زيهم سواء جابوا سمرة ولا بيضة ولا زي ما قلت لكم اي جنسية ثانية عموما ننتظر ونشوف فاكرين مسلسل انفينسبول يا جماعة اللي نزل على امازون برايم السنة الماضية ايوه هذاك المزلزل المجنون والدموي والعنيف اللي كله تقطيع ودماء اه رهيب صح احب اقول لكم يا جماعة انه الان في لعبة قيدة تطوير مشتقة من هذا المسلسل ما في معلومات كثيرة عن اللعبة للحين ولكن الاكيد انه في لعبة قيدة تطوير مشتقة من مسلسل انفينسبول او من كوميك انفينسبول او من قصة عالم انفينسبول بشكل عام انا صراحا انتوا عارفين يعني ما لي في الالعاب كثير ولكن للامان الخبر هذا سوى ضجة في السوشال ميديا بالذات في تويتر واهم حاجة يسووا لعبة واللي يسووا فيلم واللي يسووا ان شاء الله عرض مسرح اي شي سووا عن انفنسبول عادي بس همش انهم ما يجيبوا العيد فيه واما بالنسبة للموسم الثاني من انفنسبول فهو قادم سنة 2023 متى بالتحديد الله اعلم ولكن في 2023 وكل عشاق هذا المسلسل ايش منتظرينه على حرم من الجمر وانا واحد منه ولو انت للحين ما تابعت مسلسل او انيميشن انفنسبول احب اقولك روح تابعه لانه مرة مجنون وراح يفوق توقعاتك وراح يصدم عيشتك الف صدمة تقييم 8.7 يا رجل باقي شوي وصير 9 ايش منتظر فاكرين الخبر اللي حكينا عنه قبل فترة طويلة اللي قلتلكم فيه انه صانع وكاتب عالم يوكي يو الشهير توفي فيه ايوا بالضبط الخبر كان محزن جدا بالذات لعشاق عالم يوكي يو الشهير يا يوكي يو ولا يوكي او قاعد شوفهم في النت يقولوا لها يوكي يو وفي ناس يقولوا لها يوكي يو عموما يا جماعة نشروا قبل فترة قصيرة سبب وفاة هذا الكاتب وصانع هذا العالم الكبير تخيلوا يا جماعة انه هذا الانسان ما مات بسبب المرض ولا مات بسبب مشاكل صحية بل مات اثناء محاولته انقاذ مجموعة بشر في البحر يقال يا جماعة انه كان على الشاطئ جالس والامواج فجأة بدت ايش بدت تعلى والجو بده يقلب نزلوا حراس الشاطئ وبعض الناس اللي كانوا متدربين او عندهم الخبر انهم ينقذوا الناس من الغرق نزلوا الى البحر وبدوا ينقذوا الناس قرر هذا الكاتب اللي اسمه كازوكي انه يساعد في عمليات الانقاذ وراح مباشرة وانطلق الى البحر في هذاك الموج العالي ولكنه للأسف ذهب ولم يعد مات كازوكي في شهر يوليو هذه السنة كان عمره 61 سنة نزل مسلسل الانمي الياباني رجل المنشار وانقسم الجمهور في تقييم المسلسل بشكل جدا واضح وصريح الى قسمين القسم الاول قالوا والله مسلسل رائع وسوف يكون حاجة جميلة اننا نستمر في متابعة وجلسوا يطبلون والقسم الذاني من الجمهور صخطوا وسبوا وشتموا ولعنوا خير المسلسل بغض النظر عن قصته وبغض النظر عن طريقة الرسم والتحريك بغض النظر عن اي شيء بحجة ان المسلسل فيه افكار جدا سادية واستبدادية وقدرة الى حد كبير انا بعطيكم الزبدين المسلسل هذا او الانمي هذا فيه شخصية يتم استعبادها تقريبا بواسطة بنت والبنت هذه تعامل هذه الشخصية على انها كلب انا تابعت الحلقة الاولى وكان فيه تبرير ليش هذا الانسان قاعد يحب انه يتعامل على شكل كلب انا متجالسة دافع عنه بس اقول لكم انه فيه تبرير يعني حريقة تحرق ويصير كلب ولا خنزير ولا بس انه ما عليه فيه فيبقى البنت افترض انها في المستقبل راح تعاملوا معاملة كلب بل انها تربط له سلسل على رقبته تسحب وكلام كثير فوضى ما بعدها فوضى على كل حال يا جماعة بعد عرض الحلقة الاولى من المسلسل المسلسل حصل على تقييمات جدا عالية في موقع ام دي بي وصل تقييمه الى 9.2 من 10 وفي موقع ماي انيميلست المخصص للانيمي والمانغا حصل على تقييم 9 من 10 برضو ومش بس كده كمان تصدر المركز 14 في قائمة افضل الانيميات في موقع ماي انيميلست انا مش قاعد ادافع عن ذا الكلب ولا عن خنزير اللي معاه حريقة تحرقهم بس قاعد اقول لكم ايش الارقام والاحصائيات واراء الجمهور وفي النهاية انت ايش رايك عزيزي الوجين وتم تحديد موعد رسمي لاطلاق فيلم دون الجزء الثاني ورح نشوفه بمشيئة الله تعالى يوم 3 نوفمبر من سنة 2023 يعني لو تبغى بالضبط تقريبا بعد سنة بالضبط بالضبط وتقريبا ما تجي مع بعض اوكي تقريبا بعد سنة وفي حال لا سمح الله انك ما تابعت الجزء الاول وفي حال انك انسان تحب الخيال والسحر والحروب والعالم اللي ايش كله كده ديستوبيا احب اقول لك لايفوتك الجزء الاول من فيلم دون عالم مرعب وكئيب ومشتق من رواية جدا عملاء واعلن الديسية جماعة انه مسلسل البطريق او ذا بينكوين رح تكون احداثه بعد احداث فيلم باتمان بحوالي اسبوع واحد فقط فيلم ذا باتمان خلص في مرحلة ما وشفتوا نهايته بعد اسبوع من الاحداث هذيك رح تبدأ احداث مسلسل ذا بينكوين وبشكل عام مسلسل ذا بينكوين قادم سنة الفين وثلاثة وعشرين وخبر سعيد جدا قلب امي السوشال ميديا فوق تحت يا حبيبي خلطهم خلط اوكي مش اي احد في السوشال ميديا محبين وعشاق عالم هنتر اكس هنتر او هنتر هنتر الاسبوع الماضي يا جماعة تم الاعلان انه رح يتم اعادة نشر واستكمال مانغا هنتر ورح يتم نشر اولى فصول العودة يوم ثلاثة وعشرين اكتوبر يعني ذا الشهر شعلة للدنيا وقلب تويتر فوق تحت وصار ترند في اليابان وترند مدروين طبعا انت كعاشق للمسلسلات والافلام ما رح تتفهم فرحتي ولا فرحة جمهور هنتر لكن لو انت واحد مننا الان انت في دين لحظة قاعد تصفق وقاعد ترقص وقاعد تغطرف كمان حماس حماس ما بعده حماس ياب انا قرأت المانغا اجل ايش هخلص الانمي وقعد في التعليق هذي قرأت المانغا ويقلع امه ما احلاها يا اخي تغاشي يا اخي تغاشي هذا انسان غريب رهيب واكد الممثل والنجم الرهيب اوسكار ايزيك او اوسكار اسحاق وقال انه شخصية مون نايت رح تظهر في عالم مارفيل السينمائي مش بس في مسلسل مون نايت انما رح تظهر في العالم تبع مارفيل بشكل عام عاد متى واين وازاي الله اعلم ولكن اكد اوسكار ايزيك انه الشخصية رح تشارك في اعمال غير المسلسل الخاص فيها علو ليش لا شخصية مون نايت شخصية رهيبة ولا كيف ونتفليكس يا جماعة بعد الطفرة والوضع السيء اللي هم وصلوا فيه يعني هم ما هم طفرين للحين مية في المية ولكن يعني انخفضت قيمتهم السوقية وخسروا عدد مشاركين وكذا وكذا فراح يبدأوا تجشين العضويات المخفضة في شهر نوفمبر القادم طبعا العضويات المخفضة يا جماعة رح يكون لها ضريبة انت بتشترك عندهم بسعر مخفضة اوكي بس ايش رح يظهر لك وانت تتابع بوم رح يظهر لك اعلانات عركة حلوة منهم انه اوه خلينا نجيب الناس اللي مطفرين واللي ما يقدروا يدفعوا ونخليهم يشتركوا في منصتنا بس اتوقع انه ما رح يغير شي هذا الخبر اذا منصتكم زبالة ولا انتوا جالسين تستفيدوا ولا تاخذوا بعينها الاعتبار الفيدباك واراء الجمهور وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم اشتركين واضغطوا على زر لايك لو اعجبكم الفيديو تعالوا تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد كلها موجودة في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم